تتسم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين باكستان والصين في بداية هذه السنة التي باتت تعرف بعام الأفعى بالانسجام ولكن الرمز الأقوى لهذه الصداقة هو إقبال الشباب الباكستانيين على تعلم اللغة الصينية وهي اللغة التي تجسد أحلامهم المستقبلية الصين تعاملنا بود أكثر من المملكة المتحدة الصين تساعدنا كثيرا وتقدم لنا الدعم ما تحتجنا إليه أفضل الذهاب إلى الصين على الذهاب إلى المملكة المتحدة وتدخر الطبقة الباكستانية المتوسطة المال لتعليم أبنائها لكنها لا تملك الوسائل الكافية لإرسالهم إلى أكسفورد أو هارفورد كأبناء النخبة السياسية والعسكرية والصناعية في البلاد يضاف إلى ذلك إلى أن الشباب يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرة للدراسة في الخارج بعد عقد كارثي بالنسبة لباكستان المتهمة بأنها معقل للإسلام الراديكالي والتي تدميها بانتظام لاعتداءات إلا أن الصين في المقابل عززت تبادلها التجاري مع باكستان وهي تستثمر بكسافة لتحسين مستوى جامعاتها ونتيجة لذلك بات أمام الشباب الباكستاني خيار جديد أدى إلى فورة في تعلم اللغة الصينية في باكستان ترجمة نانسي قنقر